في عرض غير مسبوق للألعاب النارية أبهرت رأس الخيمة العالم باحتفالات رأس السنة فليل الجمعة السبت كانت الإمارة على موعد مع استحقاق ورقم عالمي جديد لتستقبل سنة الجديدة باللقبين في موسوعة جينيس وذلك عن فئتي أكبر عدد من طائرات درون المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد والتي بلغت 452 طائرة انطلقت في نفس الوقت لإنشاء تشكيل بصري لعبارة هابي نيو يير في سماء الإمارة الرقم العالمي الثاني أتى لأطول شلال من الألعاب النارية عبر تشكيل برج بارتفاع أكثر من كيلومتر واحد متجاوزا بذلك أطول أي ناطحة سحاب في العالم وخلال عرض متميزين للألعاب النارية فوق مياه الخليج قدمت طائرات درون تشكيلات مبتكرة على ارتفاع أكثر من أربعة كيلومترات خلال 12 دقيقة تألفت من ست مراحل وسحرت الزوار من شتى أرجاء العالم ومنحتهم تجربة استثنائية تبدل طابعها كل دقيقتين وسط تناغم موسيقي وإقاع يمزج الحركة بالأضواء وقد تم تخصيص مواقع للتخيم والعائلات والأسر والأصدقاء للاستمتاع بأحدى أكثر التجارب تألقا لتؤكد الإمارات مجددا مكانة رأس الخيم المتنامية كأحدى الوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة إذ وفرت أجواء اجتماعية وفق أرقب بروتوكولات وإجراءات الصحة والسلامة ولإنجاح العرض اعتمدت الإمارات على التكنولوجيا الخاصة التي تمتلكها الشركة المتخصصة في تصنيع الألعاب النارية في إيطاليا وتطلبت الأعمال والتحذيرات أكثر من خمسة ألاف ساعة عمل وأسطول من مئات طائرات الدرون لتزيد على سجلها وللمرة الثالثة على التوالي رقما جديدا في جينيس بعد عامي 2019 و2020 إشارة إلى أن إمارة رأس الخيمة تقع في الجهة الشمالية على مدخل الخليج العربي تمتاز بسواحل شفافة وشواطئ رملية بيضاء فيها فنادق استثمائية وتراث مميز وتاريخ ثقافي غني جعل منها محطة أنظار العديد من السكان للاستقرار فيها أو السواحي لزيارتها ترجمة نانسي قنقر